هذا وأكد المدير العام للأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة محمد دمزيان العناصري في تصريحين لتلفزيون النهار أنه تم فتح رواق الأخضر والذي من شأنه توفير أراضي بمساحات تفوق عشرة ألاف هكتار المنصة الرقمية وكان لكل وارفير لهذا المستثمرين الكبار وهذا المؤسسة يقدروا يوضعوا ملف في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ويكون نعالجوه في لجنة اللي تقول هذا المشروع هو استراتيجي وليسمح له باش تكون عنده عشرة ألاف هكتار وأكثر باش ما يدخلش في المنصة الرقمية يعني المستثمر اللي عنده القدرات المالية والأهلات لوصول أكثر من عشرة ألاف هكتار مرحبا به